تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليف القائد العام لقوة دفاع البحرين فشمل برعايته الكريمة حفل منح نوط التمييز لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين في القيادة العامة وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع وجرت مراسم الحفل بتفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم نوط التمييز لسعادة الفريق الركن ذيا بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة والعميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري وسعادة المقدم الركن مهندس الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ونقل معالي تحيات وتقدير صاحب الجلال عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للضباط المكرمين مشيدا بما يبذلونهم من عمل دؤوب ومثمر وبروح معنوية عالية متمنيا معالي لهم التوفيق والسداد لما يوكل إليهم من مهام لخدمة مملكتنا الغالية وأكد صاحب المعالي على أن قوة دفاع البحرين حققت العديد من الإنجازات المشرفة على كافة الأصعدة وتسير بخطة ثابتة وعزيمة قوية نحو المزيد من التقدم والازدهار في شتى المحافل تحت ظل الرعاية الكبيرة والتوجيهات السديدة من قبل جلالة عهل البلاد القائد الأعلى حفظه الله ورعاه مشيرا معالي لأن الجهود الحثيثة والمخلصة لرجال قوة دفاع البحرين كان لها أكبر الأثر في تحقيق مستوى عسكري متميز يشار إليه بالبنان محليا وأقليميا ودوليا من حيث الكفاءة والتطور للوصول إلى الأهداف المنشودة حضر الحفل السعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر